بسم الله الرحمن الرحيم عايز اتكلم النهار ده عن الموضوع يخص كل الامهات ويخص البنات ويخص الزوجات وبرضه الرجال لو حابين يسمعوا معنا اما تيجي ام تقولي انا طول النهار بزعع وصوتي قد كده وما اناش قادرة وغضبانة على اولادي وام جاي متصرفة معهم تصرفات وارجع بعد كده اعيط لما لقيهم ناموا وشوفهم هم منايمين ملاكة صعبوا علي او تيجي زوجها تقولي زوجي ام جاي هو شخصية مستفزة يعني هو مستفز في قوم جاي ايه يعني منقرز بكلمتين ثلاثة كده واللي قوم ناقد بكلمتين ثلاثة فانا قوم جاي غضبانة ده يا حقي ازاي نتصرف عند الغضب توترات ضغوطات حياة مشاغل اه بشر اه ننكر ولكن احنا لنا نهج خلينا ناخد الخطوات العلمية الاول وبعدين نقول النهج بتاعنا ايه خلينا نقول قبل الغضب اولا لازم تعرف عارفين انتو العلاج المعرفي السلوكي اما اعرف هفهم فدماغي يتبرمج فحواسي تتبرمج او ان هي تتصرف على حسب تغيير الادراك الحلو الصح اللي معلومات الصح اللي وصلت عندي ايه المعلومات؟ الغضب بيخففت جهاز المناعة اه الغضب بيخلي يجيب عندك امراض زي امراض القلب والاكتئاب وامراض التوتر ومعرفش وسكر وضغط هيسة كبيرة قبل الغضب شوف نفسك ليه بتغضب؟ ايه سبب الغضب؟ شخص؟ مكان؟ وقت؟ فعل معين؟ او كلمة مثلا؟ ومع؟ يعني هو لما هعرف فانا هعرف الامر ايه فهم نعوه اي معلومة بتجيلي عند الغضب لما اغضب اعرف ان هي هترفع لي زي ما قلتلكوا السكر هتزود دربات القلب هيعمل ضغط دم عالي وانت المضرور في الآخر وبعدين الشكل بيبقى صعب يعارفين مش 111 بقى ده بيبقى 110 جنب بعض والشكل مش حلو الصوت مش ظريف وخصوصا لو انسة يعني انسة تبقى غوريلا بتتكلم ساعة الغضب لا تنسي انستك ولا الكلام ده طبعا ده كم معلومات قبل الغضب ايه اللي بيحصل؟ افكار سلبية افكار سلبية افكار سلبية فاكرين لما شرحنا مرة وقلنا ان مركز اتخاذ القرار كده وبعدين الحواس اللي عليه الاربعة ساعة الغضب الحواس دي بتطلع كده فإن لي بيحصل؟ كل هنا ده المركز بتاع الاتخاذ إيه اللي فاكره؟ الماضي عملوا زوم وظلموني وعملوني وخزلوني مش فاكرة ايه حاجة هي فاكرة بس الماضي طب اخد قرار صحيح مش موجود المسئولين الاطراف المسئولة على القرار مش موجودة ده وقت الغضب افكار سلبية عدوانية والناس هم الغلطانين أنا مش عارفة ايه بصوا شوف القابة تقول ايه فلما سكت عموسة الغضب سكت سكت ده معناه ايه؟ ان كلام عمالي تقال واما 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 وافكار ومشاعر وافعال بقى وبعدين جا ورحت ويا الله الكرسي بالكلوم ازاي تحكم في افكاري لما عدلها الاول واعرف ان انا ماستجبش المسير اوعى استجيبلي المسير لا وطبعا التكرار هيعلمك يعني مرة في مرة مش انا هقولكوا الكلام ده فانت وتسمعوا الحلقة النهضة فتطلعوا ما شاء الله لا مرة في مرة مرة تجيب 10% حل مرة تجيب 3% يعني جميل احسن من صفر لكن ان انت تعرف المعلومة وطيق اطبقه اول خطوة الموقف اللي خليك تغضط او ايه شخص وبعدين ايه اللي حصل هل قلت كلام ولا عملت حاجة بجوارحك ولا اتخذت خطوات وامت حصل الكلام ده ده اول خطوة حط بس في دماغك الكلام ده تاني خطوة مشاعرك مشاعري والله يا مبدايق وغبان ومظلوم ومأهور وبعدين لازم انتقل نعيز اقول الانتقام ما بيجيبش ايه نتيجة يعني اي حد بياخد خطوة الانتقام يقولك كنا فاكرين بعدين ان نرتاح مفيش راحة على فكرة ولكن في حاجات احنا في دننا الله الديان ان احنا ناخد بالاسباب ولو مظلمة اسعى ان انا احققها ويبقى في عدل ما خدتوش عدل في الدنيا اخدو في الاخرى يعني عشان بس ان ايه ده الكلمة اللي بتيجي في دماغك وقت الغلط هم اللي غلطانين هم اللي كذب بس وقعت في دايرة التبرير وحفرت مين اللي غلطان مش هتعرف تطلع منها ثالث خطوة انت لما جات لك الافكار دي شعرت بايه اه لا ده شعور سيء جدا وعايز ازعق وعايز اقل مش هاهدى بقى مش هاهدى لما اعمل كده رابع خطوة سأل نفسك ايه دليل اصلا ايه دليلك ان انت اللي صح وهم اللي غلط ايه المبررات اصلا اللي تخليك تعمل حاجة زى كده وتخسر قدميتك وانسانيتك او قنصتك لو انت بنوت او صوتك او رئتك مفيش حاجة تستحق عايز اقولكو على حاجة يعني اقول ايه مثلا لفظ كده او جملة شوفي عارفيني اللي على قلبها مروح يعني هي في كلمة بالمصر بتتقل بس امش اقولها لكن هادية وعندك سلام داخلي وإيه يعني مش عايز اقولك كلمة بس هتطلع من لساني لكن اللي على قلبها مروح وتتكلم بالتزاني الفعالي وتعرف انها تدير الموقف مش الغضب هو الليدر خمس حاجة يعني اقف مكان اللي قدام اللي انا غضبت منه فاكرين تمرين سبعة تمانية انا واقف هنا انا شايفها سبعة والتاني يحلف اقسم يمين بالله تمانية سادق ومرة جالي زوجه زوجة واللي اتنين هو يحلف اقول اقسم يمين بالله تلاتة بالله العظيم حصل كسا وهي نفس الكلام هو بيتكلم من وجهة نظره إيه اللي اسمحها وهي بتتكلم من وجهة من الصح مفيش أنا صح والد انا حط قدامي اروح للطرف اللي قدامي اقف المكان بتاعه ها اه تطلع التمانية فعلا مبرر بس الغير مش علشان ابرر رسول لانه ممكن يكون سلوكه قصا غلط لكن علشان اعرف اتفهم رد فعله من فهمه الخاطئ ده فالحال افهمه صح وطريقة التفين بقى ناخدها في حالة تانية طريقة الحوار والرد وام تسكت وام تتكلم وام تكذا الحاجات دي او المبررات السلبية او الايجابية انت قلتها لنفسك وبعدين احسن الظن ما هو فعلا عمل كده عشان كده وبعدين احط بقى انا النواية بتاعتي بقى التمس لاخيك سبعين عذرا وهكذا وهكذا الخطوة الاخيرة في الامر ان انا لما افهم ادراكي هيتغير بصوا بقى هادي بقى تعرف تتكلم بقى ايه تقول كانوا بيعيبوا على اميرة فرنسا وده اللي سبب الثورة في فرنسا كانت ايه هلقولها الشعب جعان مش لاقي ياكل ولا عيش ياكلوا قايت لهم طب ليه ياكل عيش ماكل بس كويت بس اقاموا عليها طريقة الرد وطريقة مش عايز اقول الرد اللي هو يعني يبقى على قلبك مراوح فترد غلط لا ارد صح وباحترام احط قطر للتعامل معي شكرا ده الحد بتاعي تتخطى لا انك انت لك حر اه حر بس عند حدودك لكن تتخطى حدودي لا والناس اللي بتعرف تتعامل كده ناس عندها زكاء مش بس زكاء اجتماعي وزكاء حواري لا زكاء حتى في تقبل نفسها وزكاء مع نفسها قدر الله سبحانه وتعالى يجعلنا وياكم منه ما فيش ام با تيجي تقول لنا غضبت خد الخطوات ديت ومش عيب ان انا اصلح الغلط يعني ايه يا اصلح الغلط اروح يا اولادي انا كان صوتي عالي وما كانش يصح مني كده فانا استغفر الله وسمحوني لما ابنك وبنتك يشوفوك وانت بتعمل كده اه انا انسان انا بشر بغلط بس بقولوا استغفر الله بصوا بصوا المردور يرجيبني فين ايماني على طول بقى فلما غلط في حق الله عز وجل اقول يا رب استغفر الله لما غلط في حق البشر اسف لما غلط في حق الله من عندي قدوة التربية بالقدوة اقسم يمين بالله افضل الانواع خلينا ان شاء الله نجيلكم في حلقة جديدة ونتكلم عليها قدوة الله سبحانه وتعالى ارزقنا وإياكم السبات والسلام الداخلي وما نغضبش ولو غضبنا نعرف ازاي نصحها غلطنا أزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك اشهد والله إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك